نوصف أقبالنا مشاهدين حيث أعلنت كتائب الشهيدة عزيزيين القسامة الجرح العسكري لحركة حماس أن خمسة زوارق محملة بمقاتلية الكوماندوز البحري القسامي شاركت في اللحظات الأولى من معركة طوفان الأقصى أضافت كتائب القسامة في بيان أن مقاتلي الكوماندوز البحري تمكنوا من تنفيذ عملية إنزال بري ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على مناطق عدة أشار البيان إلى أن مقاتلي الكوماندوز أداروا العملية باقتدار وكبدوا العدو خسائر فادحة في الأرواح ولا يزال عدد منهم يواصلون القتال حتى اللحظة